استعرضت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أبرز إنجازات تنمية سيناء خلال السنوات التسع الماضية وذكر الموقع الرسمي للحملة أن سيناء حصلت على اهتمام كبير من القيادة السياسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا وشهدت التسع سنوات الماضية تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة في سيناء بالإضافة لإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقاومات الطبيعية والتاريخية لأرض الفيروز